محمد بروح لك إلى موضوع كورنادو والله هذا كورنادو حكاية صراحة أنا أحب أشكر اللي جاب كورنادو هذا بالزاد يعني أحب أشكره يعني جاب لنا جوهر ثمينة في نادي الاتحاد يفكرك في نفسك؟ أنا كني أشوف محمد بنور فيلم سارح لا لا أنا أتكلم أنا من الناس والله العظيم وإنه تلفزيون كذا من الناس إلا ما أحب أتكلم عن نفسي ولا أحب يعني صراحة لا هذا جوهر محمد نعم 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 وعنده أفضل من كده قريب منك أنا اللي قاعد أشوفه أنت تحين بتشوف فرص في المباراة ثلاثة أربعة فرص أهداف يقول لك روح سجل عرفت من اليمين من اليسار تعمي دلعت المهاجمين كلهم منت من كل مكان في الملح أنت دلعت كل المهاجمين بس شوف فيه شرط عشان تكون راد ويبدع ترى عنده أفضل من كده وعشان يديك أفضل من كده أنت رازم توظفه في المكان اللي هو يرتاح وين بالضبط والله على حسب هو فين يلعب هو فين يرتاح ممكن يبغي يلعب حر ما يبغيك أنت تخليه على ناحية اليسار وتخليه على ناحية اليمين هذه حاجة مهمة وهو ورمرينيو لحياني أنت لو جبت مهاجم وبرضو فيه حاجة كمان عرفت؟ يعني فيه مشكلة كابتن أنت مولنك تحط اللعب في الملعب ويلا يلا ورينا أبدع لا هو له مكان معي أن يلعب فيه ويبدأ ليش يا كابتن أنت لما تلعب مهاجم يوم يكون عندك مهاجم أكيد رمرينيو فين يلعب رمرينيو رمرينيو يلعب على يمين ولا على يسار رمرينيو ما ينفع ما ينفع والمشكلة أن رمرينيو يلعب في نفس المكان اللي يكون رادو يلعب أمس بس الثنائية كانت جيدة بين الثنائية عشان أمس كان فيه تبادل أدوار كان رمرينيو يدخل على جوة وش اسمه هذا الهدف اللي سجل كورنادو كان فيه تبادل أدوار بين كورنادو وكانت فيه ثنائيات حلوة بناتها حنشوف الثنائيات موجودة الثنائيات لو تلاحظ الفترة هذه يا كابتن هنا يا كابتن شوف المبارايتين هذه اللي كنت رادو لعب فيها مع رمرينيو رمرينيو ظاهر بأفضل هذه الثنائيات اللي يتكلم عليها بأفضل من الفترة اللي لمضت هذه يا كابتن يتكلم عليها أنت ثنائيات الموجودة كورنادو رمارين هو برضو ما ننسى دور البيشي هنا مرة ثانية كابتن شغل نزول رمارين هو وجود كورنادو كمهاجم فيه تبادل مراكز فطبيعي نحن من متى ما شفنا الاتحاد ممتع غير انه ممتع يعني مرتاح في الملعب تحس انه الفريق واقف